السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال دايما اللي بيجيلي هو انت عشق النخيل ولا عشق البرحي ولا جماعة انا مجنون بالنخلة البرحي وعشق النخيل ليه نخلة البرحي تحديدا احنا في واد النوترون يعتبر المناخ الاوبتمام احسن مناخ للنخلة البرحي طبعا احنا في واد النوترون ما نقدرش نخاطر بالمجدول ولا بالسيوي ولا بالاصناف السعودية زي الخلاص والسكري فكان فرض علينا او ظروف المناخ وجبت علينا الاستثمار في البرحي هو نخلة متوجة وملكة الطمور الفرش والاكثر انتشارا في قرات العالم الست واد النوترون تعتبر احسن ارض احسن طربة واحسن جو ييجي فيها برحي بمميزات جاملة جدا اهم حاجة في المميزات ان احنا بنتأخر في الحصاد ممكن لاخر شهر اول شهر احداشر واخر شهر عشرة الميزة هنا ان انت بتمسك سعر كويس جدا ما شاء الله يعني لا انت بتخش في المدعكة بتاعت بتاعت توشكا اللي في اول سبعة ونص سبعة ولا السيوت الغربي ولا المينيا بيجي البلح من اول نص سبعة لنص تمانية بينزل سعره من اتناشر لخمستاشر ولا بتخش في المطحنة التانية بتاعت باقي الجمهورية اللي هي بتيجي من تمانية لحد تسعة لحد اه اخر تسعة بيبقى السعر احنا ابان داون ومش عارفين نوصل لسعر كويس فيه ودي النوترون ربنا قرمنا بميزة مهمة جدا الا وهي التأخير في النطق ممكن نيجي بدايات الجمع من واحد عشرة لأول شهر احداشر فالحمد لله بيبقى ماسك سعر كويس الحاجة التانية انت قرب المنافذ البيع والانتاج عايز تبيع في اسكندرية هتبيع عايز تبيع في العبور هتبيع عايز تبيع في النبرية هتبيع عايز تبيع في اكتوبر هتبيع كل منافذ البيع متاحة وغير كده وكده الجودة نفسها بتاعت البلحة الفرش من هذه الارض لها طعم تاني وجودة تانية وحجم تاني مختلف وده ان شاء الله اللي هنوره لكم في موسم الطرح بإذن الله ليه احنا اخترنا ودي النوترون كانت العقبة اللي بتقابلنا في الاستثمار الزراعي عقبة كبيرة جدا اول حاجة يعني لما نيجي نتكلم على قصة الوادي الجديد تسع وعشر ساعات ومين النهاردة عنده تسع ساعات وعشر ساعات هيسافرهم عشان يتابع ارضه الحاجة التانية لوحات خمس ست ساعات بس لازم تاخد مساحات جامدة جدا خمسين فدان ميت فدان تلتميت فدان ودي برضه كانت ريستركشن مش كل الناس تقدر تعمل القصة دي ودي النوترون انت ساكن في القاهرة ساكن في الشرقية ساكن في المونوفية ساكن في اكتوبر ساكن في طنطا ساكن في بنها ماكسموم اي حتة من دولت بتوصل للمكان اللي احنا فيه في ساعة ونص ساعتين احنا على الطريق على طول لمدقات ترابية ولا حواري ولا توهان في الجبل ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص الارض على طريق رئيسي من طريق العالمين الدولي ودي ميزة مهمة جدا ان انت سهولة الانتقال وسهولة الرحيل نيجي الميزة تانية ليه احنا اخترنا البرح تحديدا البرح تحديدا هو صنف واعد وصنف ليس له حدود احنا كنا بنتكلم من خمس سنين فاتت ست سنين فاتت الناس اللي كانت بتقول لك فسائل البرحي هتتوزع على البطاقة فسائل الورحي هتترمي على السجق مش عارفين هلوديها فين ايام لما كانت الفسيلة ب الف مئة وخمسين انا اول واحد في مصر قلت فسيلة البرحي هتوصل 1200 جنيه و2300 جنيه سنة 2021 نهارضة بنتكلم في 2022 الفسيلة ممكن يعني احنا بنتعامل في فسائل خاصة يعني احنا بنشتريش اي فسائل ولا من اي مزرعة ولا من اي امهات احنا بنروح للام اللي طرحة 200 و 300 و 400 كيلو بلح بنتعقد على فسائلها هي الفسائل دي تحديدا هي الفسائل دي بالذات هي الفسائل دي اللي احنا هنبدأ بها مشروع بنقسسه لمية سنة جاية لأولادنا واحفادنا ان شاء الله الفسائل دي ممكن ندفع فيها 500 جنيه زيادة و 1000 جنيه زيادة و 2000 جنيه زيادة بلما ليها من صفات جينية وصفات مورفولوجية وصفات انتاجية بتتميز عن اي فسائلة برحي في السوق المصري احنا بقلنا 3 سنين تحديدا كمان 4 سنين لفنا مزارع مصر وكلها من اول اسكندرية اسوان ود النقرة اسيوت الغربي المينيا جمصة بنها طنطة حتى المنوفية ورحنا جبنا من نخل ده امهات احنا ان شاء الله هنوريكو الامهات اللي احنا شايلين من تحتها الفسائل ومركز بدر امهات فوق ال 300 و 400 كيلو بلح احنا ما كناش بنشيل اي فسيلة احنا كنا بننقق ام بمميزات خاصة بفسائل خاصة ليه؟ عشان نعمل نوال مزرعة هي الاحسن والاكثر انتاجا في جمهورية مصر العربية وطموحين جدا ان هي تبقى احسن مزرعة برحي في العالم ان شاء الله الكلام ده هيطبق وهنعمله تحديدا بداية ان شاء الله من بعد رمضان احنا دلوقتي في موقع متنفذ يعني الموقع اللي احنا فيه ده متنفذ من سنة ما شاء الله عندنا زيادات ونخل مبشر ونمو خضر هايل ما شاء الله هي دي القصة هنتكلم فيها تحديدا على فترات وتباعا وان شاء الله يعني فيه مفاجآت كبيرة المشروع ده المشروع ده اسمه الكيان الكيان ده بيضم احسن خبراء مكافحة سوزة النخيل في العالم الكيان ده بيضم احسن مهندسي النخيل في العالم الكيان ده بيضم احسن موردي فسائل نخيل في العالم الكيان ده بيضم احسن مهندسي تصميم شبكات في مصر والعالم العربي الكيان ده بيضم احسن ادارة ادارة بيزنس وادارة اعمال في مصر ان شاء الله باذن الله الكيان ده احنا بنعدله بقى لنا اربع سنين بنعدله عشان يطلع في صورة خلاص بقى الناس ذهقت ناس خلاص ناس فاض بيها من ناس بقى سيوت الغربي من الفسائل اللي هي البرح المجري والبرح البطيخي والبرح الطايلاندي ويا فاندم نحمل لك على ظهر العربي خلاص الناس ذهقت الناس جابت اخرها الناس بالوقتي خلاص احنا عايزين نخش في كيان انت فيه في امان انت فيه بتستثمر فلوسك وعارف ان هي رايحة فين وجاية منين ان شاء الله تباعا هننشر لكم مجموعة فيديوهات هننشر لكم الخطوات اللي احنا بدأنا بيها هننشر لكم احنا 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 نحتنا في الصخر فعلا يعني دي مش حقيقة والله ازاي نحتنا في الصخر الارض دي كانت صخر الارض دي كانت صخر والناس قالت لك مش هينفع تزرعوها ازاي يا جماعة مش هينفع نزرعها جبنا احسن استشاريين طربة في العالم يعني انا انا من وجهة نظري والله مش مبلغة انا الاستشاريين في مصر ومهندسي النخيل في مصر ومهندسي الطربة في مصر وعلماء النخيل في مصر انا من وجهة نظري ان دول احسن نخبة في العالم الناس دي قالت لك الارض دي تتزرع ودي احسن ارض للنخل البرح بمعاملات سمادية معينة ومعاملات احماض معينة زي ما حضراتكم شايفين هو ما شاء الله النخل زي الفل باذن الله تعالى اه الفترة اللي جاية هيبقى لينا فيديوهات تباعا نتكلم فيها عن اه المشروع بقى تحديدا المشروع ازاي اه هنبدأ فيه المشروع ازاي هنزوده المشروع ازاي هنعمل فيه ايه المشروع كبير يا جماعة احنا الحمد لله معانا حوالي اه مية وخمسين فدان احنا بتدينا الاول بخمسين فدان والمية فدان التانية احنا شغالين فيها ان شاء الله تصميم شبكات اعلى مستوى تصميم شبكات في مصر افضل خمات في مصر اه افضل نخل اه انسجة دي بي دي في العالم افضل نخل انسجة اه من شركات عالمية لها انتاج ولها في مصر اكتر من عشرين سنة الفسائل اللي احنا بننقيها احنا متعقدين على فسائل من امهات زي ما قلنا اه اكسترا اوردناري برودكشن للطمر البرحي في مصر ان شاء الله باذن الله الكيان حاجة كبيرة جدا اضافة جمدة جدا في سوق الدخيل في مصر في سوق الطمور في مصر لمستقبل الاستثمار في مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا